اشتركوا في القناة امي سامير غانم وحسن الرداد ده طبعا حديث السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت والفترة اللي احنا فيها دلوقتي الاخبار المتدولة دلوقتي عن امي سامير غانم وهي خبر انجاب او حمل امي سامير غانم السوشيال ميديا كلها مقلوبة بسبب الخبر بس الخبر ده هل هو صحيح؟ مواقع كتير جدا كتبت عن الخبر وكمان السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن الخبر بس الحد دلوقتي مفيش اي تصريح من امي سامير غانم او حسن الرداد ولا على صفحاتهم الخاصة ولا على اي حاجة ممكن نستدل ان ده خبر صحيح وان هي فعلا في حمل والاخبار المتدولة دي صحيحة ولا لا بس الفنانة امي سامير غانم الفترة اللي فاتت بما انها كانت في فترة حداد فكانت مختفية تماما عن الانظار وعن السوشيال ميديا كلها بس الانباء بتقول ان الفنانة امي سامير غانم حامل وده سبب كمان ضمن الاسباب اللي هي مختفية فيها عن الانظار اللي هو فترة الحداد وكمان الحمل فطبعا ناس كتيرة جدا سألت عن سبب امي او مصدر الخبر ده ايه هل هو صح ولا غلط فطبعا حسن الرداد على طول لو فيه اي خبر بينتشر سواء عن امي او عن حسن نفسه او عن عائلة الفنان سامير غانم بيخرج على صفحته الرسمية على الفيسبوك وبيقول صحة الخبر او تجذيبه او نديق شاعة فحسن الرداد على طول بينزل بمنشورات ويبوستات بيقول فيها كل حاجة على الملأ لكن ما فيش رد فعل من حسن الرداد ولا اي تعليق على الموضوع ده هو علق قبل كده على موضوع وده كان اخر موضوع يعلق فيه عن اعتزال امي سامير غانم بعد طبعا فترة الحداد اللي هي فيها دي الناس كتيرة جدا تدولت خبر ان هي اعتزلت وحسن الرداد خرج على حسابه على الفيسبوك ونفى قصة اعتزالها وقال ان هي هترجع بعد فترة الحداد وهترجع لجمهورها وهترجع لفنها ودعمها بكلمات حلوة جدا على حسابه على الفيسبوك لانها بيقول ان حالتها النفسية وحشة جدا ومنهارة بعد وفاة الفنان سامير غانم وكمان الفنانة دلال عبدالعزيز وبكده هو نفس ساعتها الخبر وتلعت اشاعة ان هي اعتزلت الفن زي الاخبار ما هي متدولة على السوشيال ميديا لكن الخبر ده مفيش اي رد فعل من حسن الرداد والخبر ده لسه ما تأكدش لحد دلوقتي تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جددنا